نروح بقى لكرة السلة سيدات وإنهاء تعاقد النادي الأهلي مع اللعبة الأمريكية جيمي نارد محترفة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي ومدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي خلد العوضي وضح الموضوع وقال أن النادي وجه الشكر للعبة في الفترة اللي قضيتها في صفوف الفريق وتمنى لها التوفيق في الفترة اللي جاية والقرار ده بيجي بعد حسم فريق السلة مواجهة نظيرو سبورتينج في موارات كاس السوبر لموسم 2022 والفوز عليه بنتيجة 83-75 بعد أداء قوي من الفريقين لكن خبرة لعبات الأهلي حسمت المواجهة لصالحهم في النهاية وطبعا كل التوفيق لعبات الأهلي وليهم مننا كل الدعم إن شاء الله